بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيناكم بفيديو جديد مع كامل بسيوني كامل التفاصيل حول موقف العملية صباحي هذا اليوم في الخرطوم وبحري ومصفة جيلي وفي الجزيرة والفاشل والنيل الأبيض والمهندسين وفي كريري وأنبدة والصرحة لا تنسوا تعملوا لايك وشير على لايف اس 24 ليصلكم كل جديد أول حاجة كتبنا لكم قبيل قلنا لكم جبل موية سكر سنار عدمون نفخ النال كلام دا حقيقة 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 الناس دي اللي اشتغلوا فون شغل شغل ما طبيعي دنيا زائلة بالمئات دنيا زائلة بالمئات فجخ 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 حاجة ما تخلص شيء ما يخلص والحمد لله والشكر لله اللي مر طيبة واللي مر ممتازة وما في أي عواجة وما في أي خسائر وما في أي حاجة والجيش ستة صفر داقيون ستة صفر يقول لكم واحد اثنين عربيتين دمبال عربيتين شنو 14 قسم بالله نفخ النار عدمون نفخ النار بهناك نفخ النار عدمون وحاتسمع وحاتشوف حاتسمع وحاتشوف بعينك نفخ النار جنجويط طالعي لك من الصباح ومن نمس والطيران دا والطيران دا القانة والطيران دا غيغ والطيران دا بيجعوا الشريحة لقوا ما فيه الكلام الشريحة دا غلط لقوا كلام الشريحة وما الشريحة دا غلط الليلة من الصباح والطيران دا ما سوداني والطيران دا والطيران دا والطيران دا والطيران دا طيران دا إحنا ذاته ما عارفينه من وين متفلتين جونا من وين ما بنعارفهم جونا من وين إنتوا عارفين دمرت لنا 99% من طيراننا باقي لنا كم واحد يا ذو بيصلحوا فيه وتقوم يعني انت عارفوا انه دماشغن اكتبوا وقولوا ما مننا الطيران دي اي من بره ما بنعرفوا متفلد انت لو عرفت ناسك اللي بيقتلوا في اهنة في الجزيرة والبيقتلوا فيهم في الدندر وفي سنجة وفي النيل الأزرق وفي المناطق ديك اللي بيقتلوا في اهنة لنت عارفتهم نحنا بنعرف هذا الطيران دي اي من وين المنا bilang ادم ما بتفلد اتفلد وهذا في ناس متفلدين في الجودة جودة فمتفلدين اركز بس استركز انت ما شفت حاجة انا قلت لك انت ما شفت خادت بالله يا ابن الحرام يا ملغوط شفت الاموك ما يلقو فيك حتى حتى كده ما يلقوها فيك حتى ما يلقوها فيك حتى ما يلقوها فيك ما تقعد تقارك وانا ما في مجتمع توصيكن وفي المجتمع الدولي وفي عمدكن وفي نظاركن وفي قبيلتكن زاتا والله تتركبوا لما شفتوا تآمنوا تعرفوا طفى النور منه تقول ده لسا ده المشاهد برا ده المشاهد لسا على الفيلين الفيلين ما جاءك أنا نصحتكم قبل كم يومين قلت لكم أنا لو مكانكم بصيج لو أنا محلكم بصيج قصرنا ما قصرنا انتوا بتتفلتوا مدنيين سايح السيكيرات نحن ما بنتفلت نحن بتتفلت طيران نحن طيراننا بتتفلت وده فريقنا منكم انت بتشوف الجاييك الجاييكم بتشوفو ماذا لن نحكي لكم نطم من بطنكم لكن نصحناكم عملنا بأصيلنا كل ذول اللي بوقجوا ويتخارج قالوا يا ما جاياكم جاياكم ويل جاياكم جهنم نقلنا عليكم هنا الناس زل دارين يجيبوا سلاحه زل دارين يجيبوا حاجاتهم بالمطار لأنه الآن الطرق كلها مقفلة الآن مزرورين زرها شينة نما نفتح لهم قال لهم تعالوا بهذه قالوا خلاص خلاص يالله يالله مشه الدنيا كلها تقفلت براه من ربنا سبحانه وتعاله الآن بيقوا محرجين يمشوا باين ما في طريق بالحق ما في زمن الناس زل مزنوقين الآن رجوا عمل مؤتمر صحفي ليه عملوا الاختراح ده وده الدقابة هو قوتيرش للبرهان الليلة أسمع أسمع الكلام ده السبب الدقابة الليلة قوتيرش للبرهان قال من الصباحة لاتصال ده أنا متأكد مليون في المئة أتكلم معه في الموضوع ده ما صدفة لأنه بهناك البلد ربنا سبحانه وتعالى نصر برهان فتح لهم طريق لكن ربنا ما داري فتح لهم طريق ما هي غاسة وتلحق مساكين لو فيها خير ربنا كان صحة لهم لأنه ربنا عارفة دي كلها شر وكلها أسلحة وكلها دمار للشعب السوداني هدم لهم الكباري انتهى منا خلاهم قاعدين ما عارفين يدخلوا يمشوا بيهين الجنين شرق الجنين ولا قرب الجنين قاعدين في حتة ما اعلم بها إلا الله شفنا الصور حقتهم الناس دي ما ليقوا حيلها طوالي رفع التلفون قوتيرش يكون يتكلم معاه تفتحوا الطرق والساعدوا والآن الطرق ديك مقفولة والناس محتاجة دارين تفتحوا لنا الطريق الجماعة دي دعموا بيشنو دعموا بيالليل المؤتمر الصحفي العملوه احنا طالبنا يعني برروا برروا كلام قوتيرش تبرير للكلام بتاع قوتيرش كلام ده في الاول ما قاله ولد قال كل الدنيا رحبت بالطريق بتاع ادري كل الدنيا رحبت بالطريق بتاع ادري مع انه ادري احنا نكون زعلاني فيه ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم شال الكبرى الثاني والكبرى البيهنة خلاهم قاعدين في المص سندويش لا قادرين يمشوا كده لا قادرين يمشوا كده يمشوا وين وناسهم بيموتوا هذلك والله يموتوا في الميدان وخسما بالله ناسهم من عدم السلاح وعدم المضادة بيموتوا كل يوم كل يوم بيتفجخوا فجخ فجخ جد دارين انغزون بالمضادات والمسيرات والشغل بالدانات خلاص فقال من الصباح الليلة قوتيريش ضرب للبرهان الهناي والكناي ولازم تشوف طريقة ولازم نفتح الطيران ولازم الطيران تفتح الكلام دي الصباح ما كنا خطينه لكن انا خطيته ليه لان المؤتمر اللي السعيد قال من من الرمم الجنجوي قالوا شنو قالوا فتحنا الموضوع ده لو انتوا فتحتوا الموضوع ده لما انبرهان قال قادرت يتفتح قلتوا قلتوا لا دارين طيران لكن الموضوع ده ما تفتح من جماني الموضوع ده تفتح ليه للحوجة الماسة للحوجة الماسة دارين تلحقوا بأي طريقة الان انتوا في وضع سيء لا حول لكم ولا قوة الان انتوا دبادوا الان شغالين ابادة فيكم الان بنبيت فيكم ابادة عديد ما في مغاومة انا بقول لك ما في مغاومة ما في مغاومة ما حيصن ضدهم يوم يومين حينهاروا والجيش ده بخش في هاي منطقة وبشوف بعينك الكلام اللي بقولوا لك ده هتشوف بعينك بايين بالحمل الان ما في مضادات الطيران ده بينزل تحت وبياخذ منهم جغمة وببلهم وانواع انواع هم بيتكلم عن طيران واحد عندنا احنا انواع من الطيران المتفلد عندنا كمية من الطيران المتفلد عندنا المسيرات عندنا كله كله عندنا عندنا كله متفلد حتمي شوين الناس ديلا الان ما عندهم سلاح وما عندهم مضادات وفي كلهم درمان ولا بحري ولا سنار ولا مدني الان 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 حان الان موعد ابادة الجنجويد عن بقرة ابو امهم حان الان موعد ابادة الجنجويد جوكت اللي بادة جوكت اللي بادة حتتبادوا بالموسيغة ترريم 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 وتتبادوا ترريم 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 وتتبادوا قال ليلة التلفون الصباح دا يا دوب أنا فيي منت التلفون والله إلا عارفوا قال ليه كدا إلا ما عارفوا لكن الكلام بتاع المؤتمر بتاع ديل ويايب إنه في الغنوات والطيران والأمم المتحدة وإحنا طالبنا عرفت أنه الشغلة دي مدبوخة مدبوخة طبعا بهناك رحبوا الدنيا كلها رحبت نرحب 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 وهون ذات الججوي رحبوا مرة رحبوا مرة ما رحبوا وقالوا إحنا ماسكنوا وتاني مرة رحبوا قالوا قاموا لقوا نفسهم كباري ربنا سبحانه وتعالى كالسلام ربنا براه ورسل الله ملاكة جغمه ولا يدنا عندنا فيها فانتحناه هذه الفاتحة دخلوا ربنا قال لما بدخلوا دوشك 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 الجصة انتحد الآن دارين ننقذ ناسنا في الميادي أنا بقول لك بيعانوا بيعانوا اللي يدريت شنو اللي يدريت الجنجويد بدخلوا البيوت جوا بيلقوا الحلب تحت العدس الحلب تحت الموية لو شادين الناس شادين موية تعرف الموية لو شادين موية الجنجويد بشيلها لو اللي قلبت فاتح ليه حطب وخدتي في موايا وفي أعمالي أجل نجاودي بشيلا مرحلة من الجوع ومرحلة من الضنق ومرحلة من عدم التشوين ومرحلة من كواء الآن في خواتيمه في خواتيمه عشان كده سمعنا الصيحات والصراخ بتاعه الآن طلعوا ليك قال ليك عملوا مغتمر وقال ليك إحنا طالبنا طالبنا بيشنو طالبنا بيدون المطارات وين مطارات ضعين يا سلام ومطار وين تاني جينينة يا سلام وتاني يا سلام يا سلام يا سلام خلاص تعالوا نمشي للحاجة التانية الدنيا قامت من التصريح بتاع الممثل بتاعت غدهم نكروا حطب نكروا 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 قالوا ده ما زول كيف ما زول ده على قالوا ده ما زول كيف يمثل نفسه طلعت المزولة ذاته من البرنامج قالت تواصلت معه لأنه ما عشان صديقي لأنه من تغدهم لأنه جانب صفتهم ممثل لتغدهم أنتم تخافر معكم ما هذا كلامكم نحييه شجاع قال الكلام الدغري جواه وده كلامكم كلكم لكن أنتم دائرين تلقل لكم فرصة يوم من الايام تنطو لكم لكن دي لك خانجنكم الجنجويد خانجنكم دارين يوم من الايام تنطو تخلوا جرائمكم بسيطة برهان بكلمات قالوا باب التوبة فاتح حيلكم خلكم حيلكم قال للكل كله أمس تنقلبوا به هنا برهان البرهان 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 به هنا خالسلي به هنا وجده كل ذلك طلع ونحن ونحن والواحد لو غلط والواحد لو غلط أسمع يا يا غلط ولا ما غلط شعب السوداني ما سائل فايزه انت حسابك معنا لما على البرهان لما على القاضي لما على النايب العام لما على يحضر انت حسابك معنا اننا شعب السوداني الحيلة اللي عمل لكم برهان دي دي طريقته داري حيلكم من نمس للليل قالوا ما نمتو تفكروا في طريقة تجبار دارين تقسوا الجنجويد تقولون احنا نعمل كده ونسوي كده ونعمل كده والجنجويد ده والله ما بيفهم يقول لكم بس لا لو معنا والله يتمشوا به هنا فالناس دي نكروا على الدين مع انه على الدين ده بيمثلهم وطلع بالنسبة لانه هو تابع لتخدم والكلام القاله ده بمثل تخدم لانه تخدم هي الجناح السياسي للدعم السريع او لو جينا العباره الدعم السريع هوشنو هو الجناح العسكري لي قحت والجناح العسكري اللي تخدم بعد ما غيروا لسيما اللي قحت لبعد ما غيروا قحت السب Prize ما تخدم لجناح العسكري برضو وماضين معاون وبيناتون اتفاق وبيناتون اتفاق ملزم للطرفين وقعدوا معاون واتفقوا معاون قبل الحرب مو بعد الحرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب صباح الخير عليكم وينما كنتم كيفكم إن شاء الله كلكم بخير لايك واشتراك في قنال 24 والنصر لي القوات المسلحة في كل مكان صحيح كامل بسينا تمام يتحدث عن موقف العمليات طبعا الأميس صحيح والله أميس يعني نصور الجو ما قسر لعنه في داخل العاصمة المسلحة وفي الدرفور وفي مهور الجزيرة طبعا وماشاء الله تبارك الله والله يعني نصور الجو أميس ما قسر لعنه جاغم طبعا كمية كبيرة جدا جدا من الارتقاضات طبعا في داخل آسمة بالزاد طبعا في سوق المركزي لعنه في سوق المركزي لعنه جاغم طبعا كمية كبيرة جدا جدا قوات الشرطة بتاع جنجويد طبعا في داخل كبري دي كانت ارتقاض كانت بتاع قوات الشرطة بتاع جنجويد طبعا في داخل جسر بتاع سوق المركزي والحمد لله طيران كانت جاغم كانت كمية كبيرة جدا جدا من السلاح الجو ونصر لقوات المسلح في كل مكان في مرنة مرنة تبعى اميس يعني تهيران اول مرة تبعى يزور تبعى في مرنة هذه طابة لولاد غرب درفور لانه ودي اول مرة تبعى تزور محلية مرنة ونصر قريب ان شاء الله في فاشر برضو ماشاء الله تبارك الله تهيران ما قصر اميس تبعى زارت لانه في اطراف الفاشر وفي الجهات زرق برضو تهيران ما قصر ودقى تبعى بكميات كبيرة جدا 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 لجنجويد ونصر قريب ان شاء الله في بحري شغلة بتاع مسيرات لانه كلها بعيد لبعيد وكلها قوات عمل خاص وفي مهور امضمان برضو تبعى ما زالة لانه كلها شغلة بتاع قوات عمل خاص والمسيرات وكذا لانه المسفع الجيلة لسه تبعى ما زالة في السمود ونصر قريب ان شاء الله لكن التهيران تبعى من الدقة بتاع الاميس يعني حاجة ما سهل في داقل السوق المركزي في ارتكاظ كان بتاع قوات الشرطة بتاع جنجويد ونصر قريب ان شاء الله تهيران وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته